السلام عليكم لبنات مرحبا بكم في مطبخ ام زياد و اليات كان اعتذر على فيديو اللي حطيتو ما كانش كامل وما انتابهش حتى تحطي في اليوتيوب وعدشت الفيديو ما كاملش ودباء غدي نعاود لكم لفيديو باش تفرجوا فيه من الول حتى الاخر وكان عاود نعتاضر مرة اخرى ولي اول مرة غدي زر القناة ما يبخلش علينا بابوني وضغط على الجرس باش يوصلوا كل جديد وبختاجوا مع الاصدقاء واندوزوا المقادر وطريقة التحضير بسم الله لبركات الله 250 جرام زبدة مارغارين وهنا كأس ونصف سكر ساندة اللي طحنت واحد شوية جوج بيضات كأس ونصف زيت ملعقة من الناطا لما كانت متوفرة لما كانت متوفرة ما تدروهاش ماشي مشكل غدي نوضعو على الزبدة ديالي السكر ساندة وغدي ندروها مزيان ندخلو لها داك السكر مخصوش كاي بقابعين مع الزبدة نخدموهم زيان بحال هكا كما تلاحظو معايا هل جاءتكم قصحة وما قدرتوش تخدموها الزبدة احكوها في الحكاكة وضروري عفوانا خصتكم في حرارة المطبخ إلا ما كانش في حرارة المطبخ ما غديش تساعدكم وش تخدموها غدي جيكم معرف الخدمة من بعد غدي نضيفو الزيت ومن بعد غدي نخدمو عود الزيت مع الزبدة بحال هكا كما تلاحظو معايا من بعد غدي نضيف عليهم البيضات من بعد غدي نضيفو عليهم تسي ما نذكرها معاكم في المقادير نضيف القليل من خميرة الكيموية خميرة الحمرة غي واحد شوية ماشي بزاف وغدي نضيف ملعقة من نكهة منتع الناطا ومن بعد غدي نضيف الدقيق شوية بشوية حتى نجمع العجين ديالي العجين ديالي مخصاش تجي جارية إلا جهة جارية صابلي ما غديش نجح معاكم غدي يسيح وما غصاش تكون قصحة بالزاف قصها تكون العجين ديالها تجي رطبة بحال هكا ما بينوا بين غدي نجيب غدي نقصم العجين ديالي غدي ندير النصف الكبير نضعه في بلاستيكا نضعه في تلاجه نضعه في تلاجه نضعه في تلاجه قشور الحامض نضعه في تلاجه نضعه في تلاجه قشور الحامض نضعه في تلاجه نضعه في تلاجه يرتاحوا ونطلقوا ونكملوا ونطلقوا ونكملوا مع ناصر ديون من بعد ما دخلنا الصابلي دينا خلينا يرتاح جبت هذا المنتيف اللي يكون مربح كما كتلاحظوا معايا هذا هو الصابلي اللي غادي نخدمو به وغادي نجيب وغادي نبقى نخوي الشوكولة بحال هكا غيب شوية كما كتلاحظوا معايا بحال هكا حتى نكمل قاعد الواحدة ديوني إلا كانوا شي وحدين في الجنة بشي شوكولة خرجات ولا شي حاجة نمسحوها بحال هكا كما كتلاحظوا معايا بعد ما كملتهم غادي نخليهم من بعد غادي نجيب المنتيف الثاني الشكل ديالو اوفال بحال هكا كما كتلاحظوا معايا وذوب الشوكولة البيضاء وغادي نبدا نعمر الليونتيف ديوننا بحال هكا كما كتلاحظوا معايا كيجبني دي من وجود الشوكولة طوال لول قبل من الصابلي باش كيجينا سهل في الخدمة من بعد ما كتابلنا الصابلي نخلي وغادي يبرد ونبدأ ونزينوه نلسق الشوكولة ديالنا كما كتلاحظوا معايا بحالكة ونخليها من بعد ما يبسط لنا الشوكولة كما كتلاحظوا معايا بكل سهول إلا ما خليتوهاش بردة مزيان وشلتترس ها الشوكولة ما غاديش تنجح محاكم كيجي جيو تحيدوها غادي تبقى تهرس وما غاديش تزول كل سهولة هانتما تخليوها تبرد مزيان وهنا يعود ثاني الشوكولة البيضاء ديالي هانتما بكل سهولة يتخليوها تيبس مزيان غادي بكل سهولة كتزول بعد ما قدودنا السابر dünyاننا ديالي هانتما يبتح في التلاجة غادي نجيبو واحدنا البلاستيك كما كتلاحظو معايا وغادي نضعوه وغادي نجيبو كما كتلاحظوه وغادي نبدأو نطلقوه في ثاني في زيالي هكا على الانقر歲 rehة غادي نطبع كيسر بقعم كل جهات غادي نبقعو كما كتلاحظو معايا في الصغرات بعد ما لقناها غادي نجيبو الطابعة ديالينا وغادي نبدأ نطبع بحلقة بكل سهولة غادي نطبعهم بعد ما غادي نكمل بالطابع غادي نحيد جايد كل جوانب اللي كانين في الجناب غادي نزولهم غادي بحلقة كما كما تلاحظوا معي وغادي نجيب واحد الموز وغادي نبدأ نحيد في صبلي غادي شوية إلا بعد تديروا الموز ما تديروش ما تديروش بحال هكا وغادي نجيب واحد السنينة للفرن وغادي نبقى نوضع لصبلي دينا بحال هكا غادي شوية هكذا ما كملتهم هكذا ما غادي نحضوا معي غادي ندخلهم من الفرن ليكون ساخن ونقص للحافية ونطيبهم من تحت ومن الفوق هكذا ونرجع نحبطهم من تحت ونطيبهم من الفوق ونطلقهم من بعد غادي نجيب نخدم الصبلي تاني الشكل التاني غادي نجيب الورق كما كتلاحظوا معي او ورق الطبخ هكذا هنا درت البلاستيك وغادي نبدأ نطلق بحلقة كبت لك نفس الطريقة كما درتنا في اللول الصبلي دينا مخصوش يكون رقيق بزاف مخصوش يكون غلاد نديروه متوسط غادي نوريكم هوا السمك ديالو كي كي يجي غادي نجيب طابع ديالي وغادي نبدأ نطبع في الصبلي دينا بحال هكا كل سهولة من بعد غادي نحيد هدوك الزوائد كما كتلاحظوا معي وغادي نهز لصبلي دينا في هكا ونضعوه في صنية للفرن بكل سهولة ما كي يلسق متى شي حاجه كما كتلاحظوا معي كما كتلاحظوا ما كتلاحظوا غادي ندخلوا للفرن على اللي يكون ساخن وبعد ما يسخن نقصلوا واحد شوية ونطيبوه من اللي تحت ونبطوا من طيبوه من الفوق ونطلق من بعد غادي نجيبوه الصابلي الثالث اللي ينكناه بالحامض نفس الطريقة كما ذكرت معاكم غادي نطلقوا الصابلي دينا والصابلي كله غادي نخليه في تلاجه غادي نقوم نجيبوه طرف بطرف عاد باش مدون نخدموه وغادي نطبعوه نجيبتها الطابع هذا اللي يكون دائري بحال هكا كما تلاحظوا معايا وغادي نجيبوه نق jakנו وغادي نهزو في حراكه وقد نب unutطوله في الصافحة كما كاتلاحظو معايا باش ندوزو نخدموه الكريمة نتعنا لديه نجيبوه بنجيبوه كريمة نتعنا للФرن هنا عندي مية جرام الكوك الي مطحون جوج قشور انتعى الحامضة المحقوكين في الحكاك واحد لبيضاء البيضاء سوف نضيف معلقة صغيرة ثلاثة معلقة كبيرة سوف نضيف الكليكوز نضيف الماء سوف نضيف الكليكوز سوف نضيف الكليكوز ثلاثة كبير سوف نضيف الكليكوز لأنه صعيبا في الخدمة لنقصح ونحاول معه حتى نكمل كما تطلعون معي بعد ما كملنا كما تطلعون معي ندير الفرن كي يسخن ونقصرون ونقصرون بعد ما كملنا نضيف السابلي كي يتوى رائع ونقصرون من المحطة ونقصرون بالتأكيد نضيف السابلي كما تلاحظون معي نضع الكوفيتير ونضع الكوفيتير نضع الكوفيتير نستمر حتى نكمل كمية نضيف الصابلي نضيف الصابلي نضيف الصابلي سوف نضيف الصابلي الضيف الصابلا نضيف الصابلي ن chords يجب أن نغطيها لأن الصبلي يجب أن نغطيها والذي يأتي في الوجه يأتي من التحت سوف نستمر سوف نكملها بعد ذلك ثم نقوم بشكل كليكوز و الكوفيتير يجب عليهم الفواكه المؤسلة مع شوية الكوكاو والذي محمر ومطحون يجب علي صبلي سوف نبدأ نضع زمري ونقوم بصبلي ونقوم بحلاقة ووضعهم في الوسط وعطي المنظر ووضع المنظر يجب علي المنظر ومستمر ونكمل وحدة الين ثم نقوم بشكل كليكوز نقوم بشكل كليكوز نضع الشوكولة نضع الشوكولة نضع الشوكولة نضع الشوكولة نضع الشوكولة وسهل في التحضير كانت من ذا تجربوه ويني الإعجاب ديالكم ولأول مرة غادي زر القناة ما انسانيش بابوني وضغط على الجرس بجسل كل جديد فضلا منكم وليس أمرا وبختجوا مع أصدقائي ديالكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله وعشركم ببركة السلام عليكم